عايزين بقى نرجع تاني لسمات تديننا الجميل عايزين نحكي وربي أولادنا على السمات السبعة للتدين المصر إنه تدين بساطة وإنه تدين طيابة وإنه تدين إبداع وابتكار وشوف الطبق الضوار إزاي وحلوة المولد وصلوا على حضرة النبي إحنا خلاص دخلين قربنا على المولد وإزاي حلوة المولد وخلت الناس تستمر في الابتكار وتستمر في سنة سيدة عائشة لما بالطيب الصدقة والتدين كمان تدين فرحة التدين عند المصرين تدين فرحة فرحة المواسم وزينة رمضان والتدين كمان تدين سعة التوسع على الناس في المواسم وإزاي بيندخل الفرحة في قلوب الناس لما الواحد بيوسع على أهله في المواسم وكمان تدين جمال جمال القرآن وكمال التواشيح وتدين كمان تدين محبة وقلفة وإزاي التدين كان بيقرب قلوب الناس من بعض وكمان لازم نربي أولادنا في الخطوة دي وخطوة مهمة أنهما يعرفوا حضرة النبي ويحبوا حضرة النبي ويفضلوا يتغزلوا في جمال حضرة النبي ويمدحوا في حضرة النبي ويعيشوا مع حضرة النبي واعلموا أن فيكم رسول الله فحب حضرة النبي ومعرفة حضرة النبي الباب الواسع اللي يعرف أولادنا على الله وعلى جمال الدين وسعته وكمان يحببهم في نعمة الحياة اللي بتحلو مع حبيب مولاه صلى الله عليه وآله وسلم